يعني موضوع مهم والخطوبة تحديدا مهمة ويمكن بنسمع كلام كتير في الأداب والأحكام طب أنا أقدر أشوف شعر خطبتي وغيرها من الحاجات اللي احنا هنترحها ولكن خليني أعرف منك في البداية ما معنى الخطبة في الشريع الإسلامي بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما حضرتك قلت الخطبة أو الخطوبة مرحلة مهمة جدا ومقدمة مهمة جدا لنجاح أي علاقة أو زواج يعني ربنا سبحانه وتعالى وشرع الخطبة دي وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع لها آداب علشان خاطر يعرفنا مدى أهميتها يعني خطبة هي الفترة أو المقدمة اللي بتسبق أي عقد زواج هي المرحلة اللي بيتقدم فيها الخاطب علشان يخطب أي امرأة يرى أن هي مثلا الشخص المناسب علشان يتزوجها ويقيم معاها علاقة زوجية نجحة يبقى الخطبة هي الفترة أو المقدمة المرحلة الأولى اللي بتسبق عقد الزواج نعم طيب هنا أنا لازم يكون في هذه الفترة الزمنية أو هذه المرحلة اللي هي الخطبة قبل الزواج لأن احنا بنقول فيه ناس بتقولك أنا هقرى الفتحة وبعد كده هقوم عاملين عقد الزواج مباشرة فهل هي ضرورية أو لازمة في الشريعة؟ نوسي هي شرعا مش لازمة يعني مش وجبة يعني الشرع ما أوجبهاش بس خلينا نقول دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده والظروف الحياتية والحاجات اللي بنشوفها بعد ما يتم الزواج والمشاكل اللي بتأتي مثلا على سبيل المثال لوحدة لم الشاملة عندنا في مركز الفتوى نشوف مشاكل كتير ترتبط على أن الخاطب أو الزوج ده والزوجة دي ما عرفوش بعض حق المعرفة أو ما وقفوش على الحاجات الأساسية اللي ممكن من خلالها تنجح العلاقة الزوجية دي أو تستقر طيب يبقى احنا هنا بنبص للخطبة مش على أنها هنا هي طبعا الشرع ما أوجبهاش ينفع يتم زواج من غير ما يكون فيه خطبة لكن مع مقتضى الحاجات اللي بنشوفها دلوقتي والحاجات اللي بتحصل في العصر اللي احنا فيه دلوقتي والمشاكل اللي بنشوفها بعد الزواج نقول أن أصبحت الخطبة ضرورية علشان يعرف كل خطب أو خطيبة أو مخطوبة يعني الحاجات اللي ممكن يتأسس عليها العلاقة الزوجية ترجمة نانسي قنقر